مشاهد علقت في أذهان الأمريكيين غسطس عام 2021 انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان بعد 20 عاما انسحاب لم يكن عاديا بل وصف من قبل الكثيرين بالفوضوي سواء في الشكل أو في الخسائر أو في الأحداث التي شهدتها أفغانستان منذ ذلك الحين فبعد أكثر من 18 شهرا على الواقعة قرر عدد من نواب الكونغرس بدء تحقيق حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ولا خطوات هذا التحقيق اتخذها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول الذي وقع مذكرة استدعاء لتسليمها لوزير الخارجية أنتوني بلينكن بخصوص وثائق تتعلق بالانسحاب الأمريكي وأمهل ماكول الذي ينتمي للحزب الجمهوري وزارة الخارجية حتى يوم الاثنين للكشف عن الوثائق لكن بلينكن تخلف عن الموعد مما دفع ماكول إلى استدعائه خطوة أخذها النائب الجمهوري بعد أيام فقط من تصريحات لبلينكن أكد فيها أن الخارجية الأمريكية كشفت بالفعل عن المعلومات وتعمل على تقديم المزيد لكنهم تنع عن الكشف عن بعض التفاصيل الدقيقة إلا لمسؤولين كبار وذلك لأسباب أمنية أسرار يرى الجمهوريون وبعض الديمقراطيين أن على الخارجية كشفها لتبيان جزء من الحقيقة خاصة أن 13 جندياً أمريكياً راحوا ضحية الانسحاب في مطار كابل كما باتت أفغانستان برمتها في قبضة طالبان ترجمة نانسي قنقر